اشتركوا في القناة وتوقع كل سادة المشاهدين خلينا بس في الاول نتفق اتفاق مني ومن فريق البرنامج من معدين وطاقم فني وكمان معنا ادارة القناة نضم للبرنامج الاستاذ محمود سعد الدين الاستاذ محمود حسن وتامر اسماعيل علام عبدالغفار حازم عادل ده طأم الاعداد الجديد اللي هيكون معاكم في يوم الاربع والخميس والجمعة يعني تسعين دقيقة اخر الاسبوع اتفاقنا انه البرنامج ده مش بتاع حد غيركم انتم المشاهدين تسعين دقيقة في حلقة الاربع هيكون برنامج بينقلكم الحقيقة الواقع مش هيزوق ولا هيجمل ده اتفاقي مع فريق الاعداد كان واضح جدا الاتفاق وهما دعموا الاتفاق ده وهيعملوا كل المطلوب منهم علشان مصلحة المواطن عايزين ننقل اللي بيدور في دماغ المواطن البسيط المواطن اللي بيتعب وبيشتغل اللي خايف على بيته وبلده اللي طول اليوم شقيان في الشغل وتعبان في المواصلات والحر وطبعا خايف من الاسعار بيفكر في بكرة واللي جاي وبيقعدوا قدام التلفزيون بالليل محتاج حد يكلمه حد يخرج اللجواء حد يكلمه عن الواقع اللي عايشه طول اليوم عن اللي بيحصل حواليه في الشارع وفي المنطقة وفي المحافظة وفي بلده مصر طبعا اكيد لان المواطن ده احنا بنعمل كل حاجة علشان نرضيه بنقدم لك البرنامج ده وبنتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله في تقديمه ونكون على قدر توقعات كل السادة المشاهدين خليني ابدأ من الخبر الرئيسي طوال الاسبوع وربما هيفضل الخبر ده الرئيسي كمان طوال الشهر الاسعار بتقفز من جديد تأثرا بقرار رفع الوقود طبعا هي الخطوة بالتأكيد كلنا عارفين انها كانت هتحصل او على الاقل اللي بيتابع عارف ان ده هيحصل لان مصر اعتمدت في برنامجها الاصلاحي الاقتصادي على اجراءات قاسية ربما هي قاسية بعد الشيء في نفس الوقت بتحاول انها تعتمد اجراءات حماية اجتماعية خلينا نحاول نفهم ليه الدولة اتخذت القرار ده علشان كل المواطنين يفهموا معانا بالراحة النهاردة في حلقتنا ليه ده حصل تفسيره ايه اسبابه ايه ليه بتقول انها مضطرة لكده الدولة مضطرة انها ترفع الاسعار في البداية اي دولة قبل بداية السنة المالية في يوليو بتعمل حاجة اسمها الموازنة خلينا نشبه الموازنة دي بست البيت كل ست البيت فينا بتيجي اول الشهر عندها مصاريف اساسية بتطلعها قدامها وبتقول دي موازنة البيت الشهر ده بتطلب فلوس من جزهة لكن للأسف انه هو بيديها على قد مرتبه او على قد ما يقدر ومشكلة مصر الحقيقة انها ورسة مشكلات قبل كده كتير قوي انا طبعا مش عايزة اعقد الموضوع لحضراتكم ودخلكم في لخبطة كتير لكن انا حابة ابسط الموضوع الموازنة دي بتاعت ست البيت بالضبط مصر عندها موازنة بتكتبها في بداية السنة المالية ودلوقتي مصر عندها اربع بنود سبتة لازم تدفعها وما تقدرش تهرب منها عندنا خمسة ونص مليون عامل مرتباتهم 239 مليار جنيه وعندنا كمان دعم بتقدمه الدولة للمواطنين امتو 332 مليون جنيه اشكال كتيرة من الدعم اكبر هم الدعم الموجه للبنزين والسولار امتو 110 مليار جنيه رقم كبير جدا ودعم التموين امتو 63 مليار جنيه ودعم الكهرباء ودعم المزارعين ودعم لبن اطفال ومعاشات اجتماعية زي تكافل وكرامة وغيره عندنا بقى حاجة تانية فوائد ديون هتدفعها بقيمة 380 مليار جنيه فوائد ديون وده اكبر بند في مصارفها للأسف لان ديون مصر بلغت رقم خرافي نتيجة تراكم الزيون على مدار سنوات كتيرة فاتت من ايام جمال عبد الناصر ربما بلغت الزيون دي 3 تريليون جنيه و 58 مليار يعني 3000 مليار جنيه مبلغ ضخم بنتطر ندفع لهم 100 مليار فوائد سنويا يعني في كل يوم حضرتك بتسحى كده الصبح الحكومة بتدفع لك مليار 41 مليون جنيه فوائد ديون يعني في خلال ساعتين البرنامج اللي انا هاعد معاكم فيهم بتوعنا دول فوائد ديون مصر حوالي 86 مليون جنيه ونخلي بالنا دي فوائد بس يا جماعة مش الدين نفسه خلينا نروح لبعد كده الدولة عندها مصاريف سبتة عندها مستشفيات لازم تدار مدارس ومصالح حكومية محتاجة ورق ودول تقريبا 116 مليار جنيه عندها كمان استثمارات ملحة في مجالات تطوير الكباري وتطوير المترو وتنمية العشوائيات وانشاء شبكات صرف صحي وشبكات مياه شرب الدولة قدرت ان هي استنادي بتنفق بس 135 مليار جنيه الجزء الاخير ده يمكن هو المهم لان علشان المواطن حياته تتحسن وعلشان المستثمر يقدر يجي مصر هو محتاج ايه محتاج شبكة طرق كويسة يمشي عليها المواطن مطمئن ويمشي عليها المستثمر ببضعته كمان مطمئن ما تحصلش حوادث لقدر الله فيفقد البضاعة بتاعته ويخسر محتاج تنمية عمرانية علشان يطلع من العشوائيات ويعيش حياة كريمة نظيفة مرفهة هو وأولاده المستثمر برضو محتاجها علشان ما يكونش حوالين مصنع بقر إجرامية بتهدد المصنع ده ومجموح حاجات دي بلغت حوالي تريليون ومتين وستة مليار جنيه يبقى الدولة عملت احتياجاتها وعايزة تصرف تريليون ومتين وستة مليار جنيه طيب الدولة هيدخل لها ايه؟ من ضرائب ودخل قناة السويس ودخل البترول والمحاجر والمناجم ورسوم أخرى منقدر نقول كده أن الدولة هيدخل لها مبلغ قيمته 843 مليار جنيه يبقى الدولة محتاجة فلوس تاني حوالي 370 مليار جنيه علشان تقدر توفي مصرفاتها طب هتجيبهم منين؟ الحل أنها تستلف تاني إيه اللي هيحصل؟ هيزيد الدين تاني وبالتالي هتزيد الفوايد وتقل المصرفات التانية المهمة اللي المواطن محتاجها زي مرتبه والنفقات الاستثمارية أو حتى الدعم طول السنوات السابقة كانت الحكومات بتأجل المشكلة بتستلف علشان تغطي العجز يعني أنت بتتزنق فبتستلف فبيزيد الدين وبتزيد الفوائد وبتكبر المشكلة بتكبر أكتر فبيزيد العجز فبتستلف تاني وبتزيد الديون ودايرة شغالين فيها ما بتخلصش لغاية ما أصبح حجم الدين خطير جدا 3 تريليون جنيه مبلغ كبير جدا يا جماعة زي ما قلنا فإيه الحل؟ كان الحل إننا نقلل شوية من مصاريف الدولة علشان ما نرجعش نستلف طب هنقلل إيه؟ أجر المواطن ولا هنقلل تطوير الكباري والشبكات ولا هنقلل نفقات المصالح الحكومية اللي هي أصلا حلها يصعب على الكافر الحل إننا نقلل شوية من الدعم بترشيده وتوجيهه صح وده ممكن اللي قررته الدولة إن هي تعمله مؤخر وفي نفس الوقت بتزود الحصيلة الضريبية وده برضو اللي الدولة عملته بقرارها بزيادة قيمة الضريبة المضافة أنت كمواطن طبعا هتقول لي طب وانا مالي دي مش مسئوليتي إن غيري استلف وغيري أدار البلد بشكل خاطئ قبل كده وورسني مشاكل كتيرة وده حقك على فكرة لكن في نفس الوقت الحكومة بشكل بسيط جدا بتقول طب وإحنا كمان مش قادرين نتصرف طبعا مع الفارق وحفظ الاحترام للجميع احنا قلنا في الأول أنها عاملة زي موازنة ست البيت اللي عايزة مصروف البيت يزيد علشان الاحتياجات وراجل البيت بيرد عليها بيقول لها طيب وانا جيب منين المشكلة هنا بتقع ازاي بيحصل الزعل بين ست البيت وجوزها زي بالضبط الزعل اللي بيحصل بين الشعب والحكومة أنا قلت المقدمة الطويلة دي علشان ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنناقش فيه إجراءات رفع الأسعار الأخيرة في فقرتنا الرئيسية اللي هيكون فيها معانا إن شاء الله ضيوفنا النائب الأستاذ محمد سعد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية الأستاذ محمود عبد الرحمن العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومساعد مدير صندوق النقد السابق ترجمة نانسي قنقر